تهبط طائرة الهولوكوبتر في باحة السجن المكشوفة ينزل منها كوماندوس يقتحمون السجن لتهريب أخطر أحد أخطر المجرمين في البلاد احزروا عن أي فيلم أتحدث هل هو الصخرة لشون كوري مهمة مستحيلة لتوم كروز أم سمكة السيف لجون ترافولتا؟ مخطئون لأنني لا أتحدث عن فيلم أتحدث عن واقع حدثت البارحة في فرنسا فقد اتجهت طائرة الهولوكوبتر بكل هدوء إلى سماء سجن في جنوب فرنسيليان ولا بد أنها كانت مطلعة على الأجواء قبل الإقلاع من قاعدتها وإتيانها إلى هنا اختارت الجزء من باحات السجن غير المغطى بأسلاك شائكة وهبطت في تلك الباحة نزل منها رجال مسلحون مجعبون مقنعون اثنان منهم دخلا إلى قاعة الزوار أما الثالث بقي هنا في حراسة الطيار والطائرة في هذه الأثناء كان رئيس العصابة ينتظر ويشاهد أخاه الذي كان يقابله في قاعة الزوار المساجين من دون أن تطلق ولا رصاصة واحدة استحبا رئيس العصابة إلى الهولوكوبتر وطار الجميع بسلام لم يؤذى أحد تابعت الهولوكوبتر طيرانها شمالا كل هذه المسافة انظروا إلى هنا وصلت إلى منطقة ريفية اسمها جونس استقل هذا المجرم السيارة بعد أن هبط بالطائرة وذهب في الشمال الشرقي نحو الغابات الكثيفة الآمنة والواسعة واختفى هناك الهارب هو هذا الشخص الذي يدعى رضوان فايد جزائري الأصل يبلغ من العمر 45 عاما كان يقضي عقوبة السجن 25 عاما لإدانته بارتكاب عدد من الجرائم منها السطو المسلح القتل حيازة المتفجرات الهروب من السجن سابقا قد لا يبدو لكم من الوهل الأولى أنه من عالم اللصوص وكيف يصورون بصورة نمطية هذه هي الهولوكوبتر التي استخدمها الكوماندوس الثلاثي لتنفيذ خطة الهروب التلك عثرت الشرطة عليها لاحقا في منطقة جونس لا يبدو لي أنها متأذية كثيرا وهذه هي السيارة التي قادها رضوان ربما أحد مساعده أيضا وجدت محترقة ربما من أجل تبديد أي بصمات وأدلة قد تؤدي إلى معرفة هوية معاوني فايد قصة هوريب فايد تصدرت الصحافة الدولية وهزت المنصات العربية دهشة كبيرة من الهروب بالهولوكوبتر مستحيل أن تصدف رقية محمود تقول يعني انفلات أمني بفرنسا أضعف رقابة على السجن أو ما هو الوصف لم تحصل فيما يسمونه العالم الثالث هروب وبطائرة كأنه مشهد من فيلم منصور العتيبي يقول رضوان فايد هذه المرجلة ولا بلاش سلاما عليك يا رضوان باشا إنه معجب به يبدو هبة أو هيلة اسمها هيلة تقول ما تحشعر رأسه أي ما ذهب شعر رأسه أو لم يسقط شعر رأسه من فراغ ذي القرعة تحتها هذه القرعة تحتها مصائب أحس أني حبيته ودي أتصور معه سيلفي عادل الحربي يقول اللص الأديب ذو الكريزما قصته عجيبة وستنتج عنه أفلام سينمائية ووثائقية وزيرة الداخلية الفرنسية نيكول بيبوليه قالت لصحفيين إنها عملية هروب مثيرة لقد كانت وحدة كوماندوس معدة بشكل جيد جدا ربما استخدمت طائرات بلا طيار لمراقبة المنطقة قبل هذه العملية بدأ رضوان حياته الإجرامية عام 1990 وهو في المرحلة الثانوية حاول تعلم المتفجرات لاحقته الشرطة هرب إلى إسرائيل متخفيا في زي اليهود الأرثوذوكس قضى فترة هناك تعلم اللغة العبرية بإتقان لكن أبرز جرائم هو قتل هذه السيدة وهي الشرطية أوريلي فوكي والتي تعتقد الشرطة أنها قتلت أثناء تنفيذ جريمة سطو المسلح دبرها رضوان فايد وتزعم عصابتها في عام 2010 فايد شاهد فيلم ذهيت وهذا هو روبرت دينيرو بطل الفيلم وبطله المفضل أحب لقطة الهجوم على الشاحنة المصفحة شاهده عشرات المرات أحب أن يقلدها بالفعل هاجم سيارات نقل الأموال البنتية المصفحة ونفذ عملية سطو بعدها بثلاثة أشهر كل الأموال التي يسرقها أو جزء كبير منها كان ينفقها بالتباهي بحياة رفاهية دفع جزءا من أموال سطو تكاليف سفره إلى لاس أنجلس لقضاء عطلة في جناح فندقي أعجب به وشاهده في فيلم رينمان ألف لنفسه كتب وهذا الكتاب عنوانه اللص المسلح يروي فيه تجربته في عالم الإجرام بعد إطلاق سراحه قال للشرطة إنه اعتزل الجريمة وقرر أن يعيش حياة مستقيمة كان يباع كتابه في المتاجر بـ 12 يورو وظهر على القنوات الفرنسية ليشرح سيرة اعتداله والتي لم تدم طويلا بالفعل المجرم الأنيق استلهم تجربته طبعا من احتراف السطو بالأفلام السينمائية الهوليوذية استمعوا لما قالته عنه الصحفية الفرنسية آن إليزابيث موتت في كتابه والمنشورات التي عقبته قال فايت إنه كان معجبا جدا بالسينما وأفلام هوليوود والممثل روبيت دينيرو وإنه يشاهد الأفلام الفرنسية وقصص الجرائم الكبرى اشتركوا في القناة